سلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو تاعي في اتمي الصحات والعافية ان شاء الله طلت عليكم غاليتي بحث الفيديو جبت لكم فيها تحلية رمضانية بامتياز هذا التحلية صدقوني غاليتي لو تجربوها راح تولي ومدمنين على هذا التحلية وتحمر لكم اوجهكم وراح تعجب الكامل الافراد العائلة تعكم نتمنى غاليتي تتبعوا معي الفيديو للاخير وما ترطيوش هذا التحلية لانه قدما نشكرها لكم قدما يكون قليل في حقها لانه تجي القرار في بنينا نتمنى حبوبتي تكملوا معي الفيديو للاخير ما تنسوش تدعموه بالجام والكومنتيغ هكا بش يطلع الفيديو وشوفوه اكبر عدد من المجاهدين وتكبر القناة بكم ان شاء الله اول حاجة اغاليتي تروحوا بش نحضروا الطبقة الاولى عندي هنا في كاسرون عندي زوج كيسان تعلحليب حجم الكاس 220 ميلي عندي هنايا زوج مغارف كبار تاع السكر بالنسبى لهذا الطبقة كلها شريحين نديروا من نوزوج كيسان الحليب مع زوج مغارف كبار السكر زوج مغارف كبار الكاكا والبني الملاعق ملعقة نيشة و ملعقة الفارينا القوام الكريمة نخلط كل شي بارد في بارد و نضيف الكسرات على النار مع التحريك المستمر و نحصل على هذا القوام نصف مرسوط شوكولات بذوق الحليب نصف مرسوط شوكولات 50 قرام اغريق الشوكولات اغريق INTERPB أرنام الكريمة حسبت الكووس فقط هنا كنت قصت الفيرين الأولى أنني جبت غير بابيسه ومسحتها من بعد غالية نضيتهم للثلاجة حبتن تتماسك هذيك الطابقة هنا عندي حبة عشينا كنت قصيتها ديرون دي الكيمارا من بعد قصيتها مربعات تكون صغيرة عندي حبة تعبانا كذلك ينقصهم دي مرسو يعني مربعات تكون صغير بالنسبة للفواكه يعني انتم معوا الحساب الموجود اللي معاكم انا الهنا كان متواجد عندي اتشينا والبانان يعني الفواكه اللي درتمي احبت اع تشينا وحبت اعبانان وكانت حضرت لي اروع تحلي نجيبوا ليفيرين تعناب بعد ما كانت هذك طبقة تعلي كريمة اتماسكت ونوضعوا الفواكه التعناب بشكل عشوائي كما راكم تشوفوا صدقوني غالياتي هذا التحلي بزف ابنينا يعني تصلح بزف للصهارات الرمضانية تحليوا بها صهاراتكم ان شاء الله يوصلنا رمضان على خير وعلى عافية ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين يا رب العالمين ونروح ونحضروا هنا يا طبقة لاجيلي اللي احنا نجيبوا كاسرول ندروزوش كيسان تعلماء كيف كيف غالياتي الكاس تعلماء راهو يرفض 220 ميلي هاوليكم اهملي عندي كامل يرفضون في سلكيل عندي هنا هيا علبة تاع الفلون بذوق الفاني او بذوق الفانيلا اللي احنا بالنسبة الفواكه اللي هو الموز وتشينا يعني رايح يتمشى معاهم الفلون بذوق الفانيلا انتوما اذا بار اكضامل درتوا الفرس تقدروا تدروو الفلون بذوق الفارولة نضيفو هنا يا ثلاث مغارف كبار تاع السكر تقدروا تضيفوه من ثلاثة حتال زوج يعني على حساب الحلوة اللي تحبوها انتوما نخلطو جيدا كلش بارد في بارد و نضيفو الكسر اللي تعنا على النار مع التحريك المستمر حتى ان يغلينا هذا الفلون بعد ما اغلالي هذا الفلون جيت لنا يعني نحيت له هذيك الحرارة الزيدة خليتو غير دافي فقط قعدت تنحرك فيه حتى واللالي غير دافي فقط ما لازمش توضعوه على الفواكه وهو سخون يعني خليو حتى ان يدفا يعني تقعدو غير تحركو بش ما تديرش هذيك لاكوش ما تبسلكم شو ما تجمتش من بعد غالياتي يجبت ليفيرين تاعي و نصب عليهم هذك الخليط هذا اللي كنا طيب نهتع الفلون رح نتحصله على اروع جيلي عاوليكم هني غالياتي كنت اديت ليفيرين تاعي لثلاجة بعد ما كانت اتمسكت الطبقة تاع الفلون هذا هذا الجيلي كما راكم تشوفو باللي الفواكهت تعنا يعني تبعد انه هذا الجيلي يعني اللون تحار رح يكون شفاف من بعد هني غالياتي لتزيين طلعت شوية شونتيي درت كيلة شونتيي مع كيلة الى ربعة ما يكون بارد يعني بارد مقلاسي و طلعت الكريمة شونتيي تاعي و جبتها هنا يحطيتها في البوشا دوي و درت ديروزاس يعني التزيين يقعد اختياري على حساب المتواجد معاكم درت هنا يارشيط شوية للكوكا و محمص و مطحون و هاي لكم هني غالياتي التحلية تعي في شكلها النهائي نتمنى غالياتي تكون عجبتكم نتمنى تنال الرضا تحكم ما تنسوش تسيوها في الشهر الفضيل لانها بزاف بنينة و اكيد رايحة تعجبكم الوصفة و تجربوها مرات عديدة رايحة نقسم معاكم التحلية يعني باش تشوفوا الميز داقية تحشفوا هذيك اللاجولي كيفاش اتماسكت يعني اعطتني واحد البنة صدقوني البنة تجي ما شاء الله هاوليكم هنه يشوفوا الطبقات كيفش تجي بينه هذيك الكريمة هذيك بيذوق الشوكولا مع هذو كل الفواكه مع هذك اللاجولي بيذوق الفانيلا يعني اعطتني واحد المزيج واحد النكوهات من اطيب ما يكون نتمنى غالياتي تكون اعجبتكم الوصفة ما تنسوش اتبارتجي و هذلا فيديو مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائدة حكام باش تكبر القناة لانه هذي هي قاناتي و قاناتكم ان شاء الله هنكون عند حسن ظنة تعكم و نقدملكم كل ما هو مفيد ان شاء الله الى هنا غالياتي استودعكم في الله اترككم في رعاية الله وحي فضاهدهم توم و نقولكم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة